نرحب كابتن محمد عصران نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة الطيرة بعد تحيير وبعاية تاريخية مع فريق الأهلي في البداية بنرحب بك معنا في موقف الجول برحب بحضرتك طبعاً وبرحب في الجول وحب طبعاً أشكرهم على وجودي هنا وإن شاء الله تكون حلقة كويسة بإذن الله نضمتلي الأهلي في يونيو 2021 المفاوضات بدأت إزاي وهل كان في فريق تاني بيكلمك واخترت الأهلي ولا الدنيا مشت إزاي هو آه يعني الجيش كان لما كنت بلع في نادي الجيش كان تاني سنة لإياه في نادي الجيش كنت ماضي ثلاث سنين تاني سنة بالضبط النادي الأهلي فترة الكورونا التوقف يتكلم معي بس طبعاً أجلت كل ده عشان خاطر لما خلص مع نادي الجيش إن شاء الله يتم الموافقة من نادي الأهلي وأبقى معاهم بإذن الله آه طبعاً قبلها كان نادي الجيش كان عاوز يجدد معي نادي الزمالك دخل في المفاوضات بتاعته وبرده دخل معي واتكلموني نادي الأهلي طبعاً بس أنا يعني كنت حطي الهدف قدامي اللي هو يعني آه نادي الجيش كان فترة كويسة جداً لها طبعاً طورتني على نادي شراية دخان لبداية كانت شراية دخان فنادي الجيش كانت مرحلة بالنسبة لي طورتني جداً ماضيت أربع سنين مع النادي الأهلي سنة 2021 وحتى الآن مازال متواجد مع النادي الأهلي الحمد لله اختيارك بقى للنادي الأهلي في ظل وجوده أرود تانية هل كان فيه أسباب معينة؟ ولا أنت كنت محدد هدفك من أول مفاوضات؟ أنا كان بالنسبة لي التيم يعني التيم اللي أنا هكون معاه هل هبقى متناسق معاه هل هبقى جماعياً موفقين مع بعض هل أصدقاء اللي معايا من نادي الأهلي معظمهم كانوا من نادي الأهلي كنت حابب اللي أنا أكون معاهم وكنت واصك اللي إحنا هنعمل إنجازات كبيرة جداً الحمد لله فأنا اخترت التيم عشان جماعياً كان كويس جداً وطبعاً النادي الأهلي يعني مفيش غنى عنه فبصراحة اخترت النادي الأهلي وكمان المنافسة كوية جداً عينام أوف مركزي ما شاء الله أحمد سعيد كان الحسيني كان المحترف وكنت أنا وأحمد عبد العال فالمنافسة بالنسبة لي كانت كوية جداً فالمنافسة دي أنا تفيدني كلعيب فانا بصيت للحتة دي جداً قلت أكيد اللعيبة دي هتعلمني حاجات كتير جداً من خبراتهم دولياً وحتى مع النادي الأهلي فهتعلم منهم حاجات كتير جداً فطبعاً استفدت طبعاً بالتجربة دي مع اللعيبة وخبراتها يعني مفيش لعيب بصراحة مجاش يتكلم معايا مدربين مفيش حد أثر معيا بأمانت الله حتى اللعيبة فأنا اخترت تيمي النادي الأهلي أول موسيمين ليك ما كانش أفضل حاجة خصوصاً من خسارة الدوري وكاس حتى كسبت سوبر كسبت بطولة عربية لكن دوري وكاس كان الموسيمين مش موجودين أنت كنت شايف الموسيمين دول إزاي؟ ما بصراحة يعني كرسة بالنسبة لي يعني لأنا مثلاً دخلت نادي الأهلي وقلت فيه ما له أنا إيه اللي حصل فيه دخلت نادي الأهلي بنخسر فطبعاً ده الحمد لله يعني توفيق من عمد ربنا النادي الأهلي ما شاء الله خمس سنين ست سنين على التوالي بيكسب ما شاء الله البطولات كلها فطبعاً يعني في فترة أكيد يعني أحسن عندها في العالم مش مستمرة إنها مثلاً تكسب خمس سنين ست سنين وراء بعض بس في النادي الأهلي بصراحة أنا شفت يعني خمس سنين ست سنين آه اللعبة بتكسب والنادي بيكسب السنتين دول بالنسبة لي هم أونة أونة جداً صراحة ومن غير عواكب اللي أنا شايف يعني من غير عواكب بش تنجح بش تعلي يعني مستوى مش هيعلم فأنت طبيعي مثلاً الخسارة دي جاتلك لو تفهمي لعمد ربنا يعني فالحمد لله خليتك أحسن كابتن ميدوم صلحي جابك الفريق بس ممكن تكون ما لعبتش أول سنتين قوي رغم كده لما جيت لعبت لقينا إن في مستوى كبير فبرده استفدت إزاي في السنتين دول أنا كنت راضي بصراحة يعني هو كان معي عب عيل زي ما قلت لحضرتك عب عيل أحمد عبد العيل وأحمد سعيد وعبد الرحمن الحسيني والمحترف وكنت أنا هاكت منافسة كوي جداً في زل دخولك لأن دي الأهل أول سنة المرحب تبقى صعبة شوية هي ممكن ماشي الجماهير ماشي ماشي بتشوف المستوى ماشي كويس بس برضو المدرب بيبقى شاف حاجات تانية أنا بصراحة أزوره فيها ماشي حضرتك مدرب وكل حاجة تمام إنت حضرتك تغطرت التيم تمام أنا بش أعترض والله العظيم فبالعكس برضو الحاجات دي قوتني يعني أنا الفترة دي بصراحة قوتني جداً يعني حمستني كده حتى للموسم التاني برضو مع كابتان ميدو حمستني برضو أكتر فلا أنا شايف طول ما أنت في عواقب في حياتك أنت هتقدر تحسن من نفسك يعني أنا العواقب دي لما شفتها طب أنا ناقص لي إيه أنا مثلاً الناس دي حسن مني في إيه الحاجات دي طبعاً اشتغلها عن نفسي وأحب أطور من نفسي طبعاً وأسمع من الناس الكبار فبصراحة احنا شايف حاجة كويسة جداً آه بالنسبة للجماهيرية بش حاجة كويسة مثلاً أنا مش في الملعب وشافه مستوية الرياضة متأس كده إحنا في رقة جماعية يعني هو المدرب ماسك التيم وبشوف أحسن ستة عشان يقدر يدخل بمهم المجبران هو طبيعي بش عاوز يخسر ما بيجي مثلاً يحتاجني السنة التانية أنا دخلت بقى في التيم وانسجمت راح تدقى إيه بقى ينزلني حتى فوقات الخطورة ينزلني طب الموسم اللي فات تحديداً الأهلي بدأ بداية مثالية فاز السوبر وساد الزمالك فاز البطولة العربية لعب الزمالك مرتين في الدوري كسب فالناس توقعت إن الأهلي خلاص بقى الموسم ده هيمحي الموسم اللي فات فاجوا في الدوري خسارة وبعدين الكاس خسارة والاتنين قدام الزمالك اللي هو منافس الفريق تدع يطلع كلام إن عشان فريق سنه كبير عجز زي ما بيتقال نفس الفريق تقريباً موجود السنة دي وسيطرة على كل حاجة كابتن فرناندو ساعدنا جماعياً في حاجات كتيرة جداً برا الفولي أنا شاف في حاجات برا الفولي اتغيرت مع جميع اللعيبة انسجمنا مع بعض أكتر قعدنا فترة كبيرة مع بعض جداً جماعياً فالفترة دي فدتنا إفادة كسبتنا البطولات دي كلها وطبعاً اللعيبة كانت جعانة جداً بأننا سنتين بنخسر طبعاً فكان الموضوع بالنسبة لنا صعب جداً الموضوع داخل النادي الأهلي خسارة دي الموضوع بالسأل خالص انت بتبقى داخل النادي مستخبي يعني كنا بننزل الماتشاط احنا كنا بنعب افترة بصراحة كان وضع اختلاف الموسم ده او بصراحة والسن يعني احنا في النادي الأهلي احنا مراحل يعني ما شاء الله عندنا كابتن عبدالله عبدالسلام كابتن أحمد صلاح رمو ذكر الطائرة في مصر واستطري اللعبة ما شاء الله ربنا يحرسم ويكمله في الملاعب ده جيل و جيل حسام و عبدالحليم عبو وبعد كده أنا و رمضان و عبدالحمن سعودي و محسن وبعد كده جيل الحسيني و أحمد عزب و يوسف الصافي و حمزة الصافي عشان ما نسووش جيل أصغر حمزة اه اه يعني جيل أصغر حمزة بعد يبقى الحسيني و عزب شريف و حمزة هل الكرة الطائرة مختلفة شوال عن اليد عن السلة عن القدم الأعمار فيها ممكن تبقى مرتفعة ولا زي ما بنقول بقى كابتن أحمد صلاح و عبدالله عبدالسلام دول استثناء في اللعبة كابتن عبدالله و كابتن أحمد صلاح استثناء في اللعبة بصراحة يعني هما بصراحة يعني الأعمار ما بتوصلش لك هي الناس بتقول عليهم عواجيز و كل حاجة لعب من أول الموسم من أول ماتش حد آخر ماتش الحمد لله و المستوى ثابت الحمد لله فضله و نعم يعني ربنا يكرمه يا رب و طول و طول في عمرهم في الملاعج بصراحة هم محافظين على نفسهم يعني أنا بصراحة أول اتنين بيبقوا في النادي قبل التمرين كابتن عبدالله قد رحمة صلاح تقوياتهم موبيلتي بيدخلوا الجيم معين الصغيرين المفروض إحنا كصغيرين نبقى قبلهم لا هما بصراحة يعني حاجة استثنائية أساطير بصراحة ربنا مفقهم يعني و كلمهم يا رب نيجي للموسم ده يعني أنا شخصيا أعتبر الموسم ده من أبرز اللعيبة اللي فيه كابتن محمد عصرون سواء مستوى الأقل أو مستوى منتخب يعني برضو هنيجي للمنتخب الموسم ده أنت كنت واخده تحدي ولا أنت كنت مستني فرصة ولما جاتلك قدرت تثبت نفسك والله هالفرص دي حاجة من عم بربنا والموضوع اللي هو أنا مثلا كعصرون مثلا عامل مسلم استثنائي لا أنا مش شايفها كده يعني ممكن الجمايري مثلا ماشي تشوف كده لكن إحنا في لعبتنا لا مش كده إحنا كلنا إحنا الـ 14 اللعيبي الـ 16 اللعيبي إحنا كلنا بنسعب بعض حتى اللي خارج برا أوتسكور مثلا لا إحنا كلنا مكملين بعض يعني مثلا اللي يخلي مستوى كويس عن طريق مثلا عبدالله عبدالسلام عن طريق حسام عن طريق الليبر يوندر عن طريق أحمد عزب عن طريق الحسيني فكلنا جماعيا منكمل بعض حتى مثلا اللي بيجي ياخد جايزة هتلاقيه دايما هو بيش همه الجايزة هو همه اللي إحنا ناخد الكاس والجوائز دي هي ابتحت ربنا المنتخب كاتب بداية مع أول موسم في شهر تسعة التتويق بأمم أفريقيا بعد ثلاث نسخ متتالية لتونس كان الكلام ابتدى أن المنتخب بقى مستوى والكيرف نزل جامد المنتخب بعد ما كان ابتدى يظهر عالميا بقى حتى القرية صعب شفنا كلام عكس ده ومنتخب قدر يكسب أكتر من موتش صعب والتتويق بالبطولة هل لمجرد أنها طلعبت في مصر ده فرق معاكو ولا فعلا كان فيه اختلاف هو طبعا أنها البطولة متواجدة في مصر طبعا يعني يبقى مصدر كوة لنا طبعا فأنا شايفها كانت حاجة كويسة جدا اللي احنا نكسر حاجز السنين اللي فاتت فالسنين اللي فاتت بصراحة كان فيه إصابات كتيرة جدا في المنتخب أفضل اللعيبة كانت دايما فيه إصابات ما كانش حد بيقدر يجي المنتخب سبب الإصابات فدي كانت سبب الفترة اللي كان فيها اخسارات اللي احنا بنخسر فيها دي كان بسبب الإصابات بصراحة فكان فيه لعبة كتيرة جدا ما بتقدرش تجي منتخب سبب الإصابات فلما قدرنا البشمهندس ياسر أمر لما قدر يجمع التيم بقى كله جماعيا مع مدرب كابتن فلافيو فكابتن فلافيو جي تقريبا مسكنة في آخر شهر خمسة فكان فيه فترة كبيرة جدا بعد النادي فترة كبيرة جدا في المنتخب عشان تقدر تغير السيستم على المدرب الأجنابي فكابتن البشمهندس ياسر أمر بصراحة جاب جهاز محترم كان مستر فلافيو مع كابتن حسن الحصري وكابتن محمد بخيط ومدرب الأحمال روجيرو كانوا بصراحة جهاز علة وفرق مع اللعبة كتير جدا في الفولي فدلوقتي ما عدخل مستر فلافيو الأمور بالنسبة لنا بقت بسيطة جدا بعد كده الاتحاد نجح وقدر يتعاقد مع مستر فرناندو فمشينا على الطريق الصحيح بصراحة فالأمور دلوقتي بالنسبة لنا بقت أسهل من الأيام اللي فاتت إحنا أول يوم لينا في المعسكر في شهر خمسة ده خدنا عهد على نفسينا جميل لعيبة يعني كنا بقى كتير جدا حتى اللي بره أو اللي كان جوه كان يتمنى الخل التاني بصراحة كانت حاجة كويسة جدا اللي إحنا البطولة على أرضنا ما ينفعش نخسر مهما كان نموت نفسينا على كل كورة ما ينفعش نخسر أي برضو شفنا الروح مختلفة أو الروح يعني الناس تحب تشوفها في آخر لقطة بعض البطولة كابتن أحمد صلاح اللي هو نجم الأهلي وكابتن ريدا هيكل نجم الزمالك وهما بيبدلوا التشيرت مع بعض هل المنتخب بيبقى جوا ما فيش كلمة أهلي وزمالك دي زي ما بيتقالوا ولا ده كلام إعلام والدنيا جوا برضو مش كله زي بعضه لا ده كلام بقى سوشال ميديا بقى وإعلام مفيش حاجة اسمها له زمالك يعني بصراحة دلوقتي ممكن تلايني أنا أقعد مثلا مع محمد ريدا اللي برو صيف عابد قبل ما يجي كنت أعد معاه أحمد سعيد ده أنا كده كده كنت أعد معاه الحسيني بيقعد معارضة هيكل أحمد صلاح كان يقعد مع صيف عابد لما كان في الزمالك بعدها بأيام بطولة الكاس العالم اللي هو كانت مؤهلة بقى التصويت العالمية لأولمبياد باريس أمام أفريقيا مطلعتش مجرد طفرة أو بطولة لعبت لا شوفنا مستوى عالي جداً فوز في موتشين على تونس واليابان تقريباً هما السبب بأن مصر توصل للأولمبياد باريس فواضح إن لأ المنافسة والأيام بتاعت الزمان بقى والدوري العالمي والكلام ده راجع تاني ولا برضو لسه طفرة والأولمبياد هتبتدي تباين أكتر ولا كلها خبرات لا يعني هو دلوقتي إحنا كان بعد اعتزال كابتن أحمد صلاح طبعاً إحنا طبعاً كلنا زعيننا والله فنوضوع كان صعب علينا إحنا اتفاجئنا والله العظيم في أرض الملعب اللي كابتن أحمد صلاح لو اعتزال دولي والله العظيم ما كنا نعرف محدش فينا كان يعرف أنا بصراحة لقيت أحمد صلاح طالع بيتكرم أنا قولت جايزة وهياخد جايزة لقيته بيعلن اعتزاله والله العظيم أنا تصدمنا توفي الملعب كلنا تصدمنا ما كانش في حد فينا فيه أنا يعرف ما فيه حتى المدرب فطبعاً يعني كان شيء يعني خليني متدايق بس هي سنة الحياة وبصراحة اتمناله التوفيق في النادي وربنا يطول في عمره في الملاعب بإذن الله دي كانت بدايتنا أمم أفريقيا كانت أول بطولة دينا مع تشكيل الجهاز الجديد دي كانت بدايتنا كابتن دوشماندي سياسر أمر وعضاء مجلس الإدارة وكابتن حسن عابد بصراحة كان موفر لنا كل حاجة كسبنا أمم أفريقيا روحنا تصفيات باريس تصفيات المؤهلة الباريس روحنا لعبنا الماتشوات ما كناش بعيد السكور قريب جدا واحتكاك كان قوي بصراحة واستفدنا منه بس احنا كان همنا نكسب تونس نكسب بالشرط تونس احنا كنا ندخل كل ماتش احنا عاوزين نكسب عشان هدفنا نصعد الأولمبياد لو كنا احنا هدفنا اللي احنا نكسب تونس بس كناش هنكسب اي فرق تانية احنا كان هدفنا اللي احنا هناخد كل ماتش مرحلة هناخدها مرحلة مرحلة كن ده الماتش اللي هيقهن الماتش اللي هيقهن اكناك بتلعب تونس تصفيات الولمبياد دي كانت المرحلة بالنسبانة كانت مرحلة كويسة جدا قدرنا نكسب اليابان تالت تصنيف على العالم وعلى ارض فعلى ارضه فدي كانت بصراحة قدتنا دافع كوي جدا اللي احنا اساسا الحمده الله يعني قدرنا نوصل لمراكز متقدمة بعد المكسب ده في الرنكينج العالمي فالموضوع كان بالنسبان كويس جدا بعدها تونس قدرنا نكسب تونس الحمد لله وبعدها الحمد لله قالوا اللي احنا صعدنا الحمد لله الولمبياد باريس طبعا كانت فرحة لنا جدا اسعد لحظة في حياتي فنفس البطولة شفنا خسارة من سربيا تركيا سليفينيا لكن مساعدت قريبة تلاتة واحد كلهم اكتر من مرة كنا خلاص نخش شوت خامس بس بتفرق في تفاصيل بسيطة شايفنا ده ممكن تعويده في الولمبياد انت بالنسبة لك كنت بعيد بقى لك 8 سنين فانا بالنسبة لش هيفة حاجة جباي جدا انت دوقتي بتلعب تركيا ما شاء الله مصنفة اللي اتنشر على العالم سربيا التاسع على العالم فانت لنك تدخل مباريات زي دي في اول احتكاك ليك بالنسبة اللي عبها الصغير اللي عبها الكبر خبرات بس احنا جماعيا كنا بنكمل بعض فاللعيب الكبير في المواتشات دي كان بيظهر بقى مع الدانو مع اللعيب الصغير اللي هو يعني في الملعب مثلا كالريدة هيكل حسامي يوسف كان دايما يعودوا بتكلمه معايا واحمد يوسف كان دايما يعودوا بتكلمه مع اللعيب الصغيرين ويدونا خبرات في وسط الاجواء المباراة فطبعا بالنسبة لنا طبعا احنا طلعنا احنا كنا عوزين نكسب بس اه لذكرات قريبة فان شاء الله مع الاستمرارية والفترات جداية نقدر نكسب بإذن الله ونبقى من التوبتن بإذن الله بإذن الله يعني دا هدفنا ان شاء الله الفتر القادمة بإذن الله نيجي المارس بقى بطولة دورة الععابة الأفريقية في غانا كنت مع الفريق بس كنت مع الفريق كمان خدت جايزة أحسن لعب في البطولة يعني زي ما قلنا من شوية بقى شايف ان المستوى كان عمال يتصاعد طول الموسم طبعا مع كمية البطولات دي طبعا بتكتسب خبرات المستوى طبعا بيفرق معاك مع كل البطولة المستوى معاك بيفرق التفكير بيفرق في لحظات كده في الملعب مع الخبرات اللي انت اكتسبتها طبعا بتفرق معاك يعني تفرق معاها في بونت مثلا في غانا مثلا كان الأجواء حر جدا احنا كنا بنلعب صايمين كنا بننزل الملعب احنا الستة مثلا ننزل صايمين درجة الحرارة كانت حاجة وتلاتين انا كنت بنزل الملعب التيشرت تقيل متقن في الملعب لدرجة اللي يعني مش عايف اوصف لك الواضع يعني مش هتتخيله قوي لكن الموضوع بصراحة كان صحب جدا وحتى في الصيام فده غلط أصلا على المصلز اللي عندك العضلات غلط جدا اللي انت مش مدخل مياه لجسمك كفاية فكان الموضوع بالنسبة لنا صعب جدا بس الرايحين هنكسب والله انا الجايزة الفردية دي والله ما كنت متوقحها يعني انا لدرجة اللي انا اتفاجئت بيها بس والله ما كنت متوقحها خالص بس والله يعني التيم كله يعني بصراحة كان سبب الجايزة دي يعني والله يعني كان فيه حتى فيه لعيبة داخلت شركة جديدة انسجمت معانا بسرعة جدا بصراحة بسبب ان احنا جماعيا كويسين جدا مع بعض حتى في أرض الملعب يعني في أرض الملعب مثلا ممكن تلاقي مثلا شدت ملعب او امرها ما حصلت معانا لدرجة اللي احنا في الملعب مثلا انا غلط تلاقي محمد ريدا الليبرو يهزر معايا كده ويزقوني عادي مفيش اي حاجة الحسين يهزر معايا عادي مش اي حاجة معاوة نيجي للنادي الاهلي الموسم ده ربعية تاريخية بس قبل ما نتكلم عن ربعية نهاية الموسم اللي فات ما كانتش افضل حاجة الفريق ماشي منه اتنين يعتبروا من نجوم الفريق وقوام الفريق ومنتخب وصل للناس ان الفريق فك على العكس لقنا الفريق متجمع ازاي فريق جمع تاني وايه الرسالة اللي كانت بينكو بعد رحيل من اتنين من اهم اللعبة في الفريق برضه طبعا يعني القرار محمد عادل واحمد سعيد اللي هم مش معانا احنا كلنا اتفاجئنا به كابتن ميدو قدر يجمعنا هنلعب وهنكسب وان شاء الله ربنا يكرمنا ودخلنا المطش وكان المطش ده انا فاكره طبعا 3 اتنين الموضة 3 مباريات 3 اتنين كان الحمل عادي جدا وطبعا كان موجود احمد سعيد ومحمد عادل طبعا لعبة دولية طبعا كان الموضوع بالنسبة لينا يعني كان الموضوع احنا احنا 16 لعيب 14 لعيب احنا كلنا بنكمل بعض فان هنا قصمينا كتنين بخبراتهم اه بخبراتهم الامور بتتقزم معاك شوية بس كله كان داخل هنكسب احنا تعيبنا كل تعبنا ده بش هيروح حاضر لا احنا داخلين نكسب في النهاية ما كسبتوش وابتدى قدمها كلام من خاصة فريق فك الفريق هيبتدي يقع لقينا العكس الموسم ده ايه اللي قبل الموسم ده دخلتو بيه عشان يحصل تغيير الكبير ده والله اه اه كان يقولك الفريق فك وكنت بشوف حاجة على السوشيال ميديا بصراحة الفريق فك كله واحد مش عارف راح فين وجي منين وده هيمشي وده هيقعد بس الكلام ده مجنش موجود انا بس تغرب انا في النادي طب نسمعش الكلام ده ليه طب تمحمود الخطيب مثلا كان يجواب معانا بعد كل خسارة لا كان يحمسنا خلاص خسرت ارمي وردك اللي جاي فكر في اللي جاي كان دايما يقولنا فكروا في اللي جاي جينا بقى بعد ما اخسرنا المسم الاخير فجينا بقى المسم الجديد ده الحمد لله ربنا وفعنا باربع بطولات ساعتها اتغير تشكيل الجهاز نضم لنا كابتن فرناندو وكابتن محمد السيد وكابتن محمد الحسيني وكابتن عبداللاطيف عصمان قاعدوا معانا قبل بداية المسم انت متضايق من ايه فيك حاجة ما بينك وما بين زميلك في مشاكل قدروا بقى يعالجوا كل المشاكل قدروا يعالجوها عشان ندخل المسم جماعيا كويسين مع بعض عشان ده اللي هيبقى سبب نجاحنا فدخلتم مسم ده من غير مشاكل اللي جات مؤسرة بالزبط يعني كان فيه ناس فعلا حرفيا هتتضمر وفيه ناس ما قدرتش من صدمة الخسارة يعني كانت فيه ناس وحيات ربنا يعني كان بتسعب علي الواحد ما كانش بيعكل الواحد تمكسوف يخش بيت اهله وانت في خسارة دي لان انا مامتي تشوفني مثلا زعلان انا مقدش بعرف خش البيت والله اول بطولة فيهم كانت في اخر فبراير اللي هو السوبر مصري وكان قدام الزمالك الاهلي كسب السوبر اللي فات والنهاية ما كانتش كويسة ده جي في دماغكن من لقى يعني كل سنة نكسب السوبر بس منخسر ولا لقى كنتوا قايلين ان دي اول بقى بداية الطريق لا بصراحة موضوع السوبر ده جي بس الحمد لله يعني احنا واسكين طبعا في نفسينا طبعا الحمد لله كابتن احمد صلاح وكابتن عبدالله بصراحة بيقدروا ما يحطوش رزق عن اللعابة الصغيرة يعني دايما يقولوا العب منكش داع واغلط انا بقولك اغلط فدي بصراحة كانت بالنسبة لي بتديني قوة في الملعب جبارة داخل متعصب على الكورة فاهم لا اخلص الكورة انا اخلصها بصراحة يعني هواتي جنبي في الملعب هاتي حسرا كسر على طول فاهم بالنسبة لي كان لا 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 كابتن احمد صلاح وكابتن عبدالله بصراحة فارقين طبعا معانا جدا بصراحة اساطير يعني ربنا يكرمهم يا رب ووفقهم فبطولة السوبر اه يعني جينا قولنا المسم اللي قبله كسبنا بطولة السوبر بعد كده النهاية ما كانتش موفقة اه جات في باننا بس عدنا مع نفسينا لا يا جماعة احنا احنا اختلفنا جدا لا مش هنخسر السنية دي مش هنخسر ما يعني قلنا لهم هنتدبح لو خسرنا انسى مش حاجة اسمها خسارة طولة افريقيا الزمالك اعتذر عنها قبلها بأيام الزمالك اعتذر صح اداكوا صفاقس اعتذر بطولة بقى خلاص سهلة وبتاعتنا ما فيش حاجة اسمها سهلة احنا كنا متعودين من اول المسم ما فيش موتش سهل بس ما فيش زمالك ما فيش تراجي ما فيش صفاقس ما كانش يهمنا احنا كان نفسنا الفرقة تدخل والله كان المدرب يتمنى الفرقة تدخل رغم ان كده تبقى بطولة اسهل ليكو ما فيش لا ما فيش حاجة اسمها اسهل ما فيش انت بش كبير انت بش كبير عن مكسب اقامهش انت النادي الاهلي هتكسب تمام هتكسب انت مطالب منك انك انت هتكسب لكن ما فيش حاجة اسمها لانا داخل المباراة دا لانا داخل ماتش سهل مش كلام دا بعد بطولة افريكيا بالضبط كان نهاي الكاس فبردو احتفالية ثلاث بطولات انبسطنا بردو في بطولة افريكيا في وقت المرا ديهم اه眠 بقى فكر انا كان نعيد ميلادي بعد بطولة افريكيا فكان عيد ميلادي كان يوم استثنائي مثلا اللي انا تبسط فكان هو تقريبا قال لك اخر يوم فكان نعيد ميلاد انه har prostrats فالتي موضوه دا اخر يوم كله يفصل عندنا مباراة عندنا فاينال كاس فكله يفصل عشان نفكر ايه في طولة الكاس فعننا الحمد لله كاسبينين طلب بطولات فدائما طبعا اللعبة لسه بقى صغيرين احنا عايزين نبسط دينا كابت فالموضوع بالنسبة لنا كنا مبسوطين جدا فقلنا لأ نركز طولة الكاس بعد الكاس بعد السيزون نعمل بقى اللي احنا عايزينه الكاس المردي كان من مانشو واحد مبارا واحد وكان فيه فيديو الكابتين احمد صباح كده ظهر في التلفزيون وهو بيقول لكو بين شوت من الشوتين اللي هو انا مش عايز تضحك والكلام ده انا كده كده تركيز لعد اخر دي اول ما الحكم يصفر اعملوا اللي انتو عايزينه فهل انتو كدت هنوصل ان احنا خلاص بقى هنكسب بمانش ده كمان فعشان كده قال لكوا الرسالة دي ولا دي رسالة مكررة لا هي دي الرسالة دي مكررة بس ظهرت لنا احنا في النهاية اه يعني هي اه يعني ممكن تكون ظهرت كده بالصدفة بس هو دايما كابتين احمد صباح بي بنازل الماتش حامي ده محامي اللي هو اللي هوش يظهر يلعب في الاخر كسبتوا الاربع بطولات تقييمك بقى كده للموسم بعد ما خلاص بقى خلص خالص انت شايف ان خلاص بقى انتو قديته كل حاجة ولا ده هيعمل ضغط اكبر عليكم موسم الجاي ان الناس عايزة برضو ما فيش ضغط علينا بصراحة يعني النادي دايما مش حاطتنا داحت ضغط دي خالص والجهاز طبعا مش حاطتنا داحت ضغط خالص المدرب دايما بيقول لنا فن يعني بسط انزل العب وانت مرتاح انا جمك فدي بصراحة كانت بيتخلدي نالحب وانا مرتاح جدا بطلع كل اللي عندي لما المدرب بيقول لي كده انا هنزل يعنيش خاف من حاجة فدي بصراحة سعيلة علينا الامور جدا بالنسبة بقى اللي احنا كسبنا بقى بعد ربع بطولة دي الحمدلله الكاس احتفالات مطولة بقى مرتاحة الحمدلله بقى فدينا بقى ايه نحتفل بقى الحمدلله بقى كله بقى اتبسط واللي سافر واللي قدى بقى ايام مع اهله فكلنا اتبسطنا بصراحة كانت موسم استثنائي بصراحة ما بيتكررش كتير يعني انا دايما الاجيال بيقولولي اللي هادي تالت مرة تقريبا حصلت او رابع مرة اللي هم ياخدوا جميع البطولات في موسم يعني محمد الحسيني ومحمد السيد قالولي احنا كده كان بدل السوبر بطولة العربية او حققنا الانجاز ده مرتين محمد السيد مدرب المساعد ومحمد الحسيني حققوها وهم لعيبة وهم مدربين ما شاء الله شاركوا في الاتنين اخر حاجة في انجازات الاهلي تقولي كاس العالم لاندا اكيد انتم كنتم بتشوفوا فترة اللي فاتت فريق القدم فريق اليد حتى فريق السلق السلق اللي فاتت راح كسر العالم فالمرة دي انتم راحين كسر العالم لاندا اول مرة تقريبا من 2016 حد من افريقيا كمان اللي اهلي مكسبش ولا ماتش هناك قبل كده فبرضو انتم داخلين العالمية بقى تحابوا مع اندا مستويات مختلفة كنت شايفين ازاي ابتديته وتشوفوا بطولة فين بطولة من الفرق اللي صعدت ولا لسه لما يجي وقتها لا احنا عرفنا الفرق اللي صعدت بس تقريبا في تصفية تقريبا تانية مزبوط تقاتي اسيا او اسيا في فرقتين هيكونوا متواجدين بس بشوى كلمين بصراحة وما لسه تقريبا مليابوش لسه متواجدين مع المنتخف فتقريبا كل حاجة متوقفة دلوقتي في كذا فرقة عندك فرقة من ارجنتين وعندك فرقة من البرازيل ساداكروزيرو تقريبا وعندك فرقة من ايطاليا والحمد الله احنا وطبعا المستضيف الهند طبعا دي هيبقى ليها استعداد اول ما نخلص منتخب يعني بالشرط يعني احنا يعني اللعبة المنتخب هتكون موجودة مع المنتخب وفي النادي طبعا هيستعدوا عشان للموسم الجديد فطبعا احنا كلعيبة ده احنا بقاننا كتير قوي بعيدة عن تاس عالم اندية كان مفيش فرقة من افريقيا بقاننا ست سنين تقريبا ولا خمس سنين حاجة زي كده 8 سنين او 6 سنين او حاجة زي كده اللي هو ما اخر حاجة اللي هيبكاس عالم اندية كان لها طلع الجيش مسبوط 2016 16 16 17 حاجة زي كده بعدها ما ما فيش فرقة تاني راح مع اننا كنا بنكسب افريقيا اوه كسبنا في 2021 كسبنا الترجي في ارضه ما ودونها مش ساعتها الاتحاد الدولي السانية دي خد الموافقة بصراحة قبل ما نعب بطورة افريقيا كنا مبسوطين جدا هسألك بقى دلوقتي سئلة سريعة مين اكتر حد لما تحس ان الدنيا صعبة او ماتش الجاي صعب تروح له تسأله عشان تتطمن محمد رضا الليبرو وحسام يوسف في الاهلي حسام يوسف وعبدالله عبدالسلام بصراحة ودائما بصراحة صلاح معايا في المالحب بصراحة دائما بيحمسني بصراحة بس اللي بيقضي يتطمنني حسام يوسف بصراحة مين اكتر حد بيبقى عنده هدوء قاتل حتى لو ماتش ده اسعب ماتش في العالم عبدالرحمن سعودي رهين طب مين اكتر حد بيستخدم السوشيال ميديا سيف اه مين اكتر حد بيكون منظم في المعسكر عبدالرحمن الحسين مين لو الماتش مكهرب نفترض ان هو شوت خامس تلاتاشر اربعتاشر تلاتاشر لفريقتك واللي هو في ايدك انك تدي له ان هو شوت اخر كورة اخر كورة احمد صلاحة ده معروفة لو لعيب واحد من برا الاهلي في ايدك انك تضم بكرة انا هتمنى خويا بصراحة بلعب في بطروجيت بس ان شاء الله رب نقفها بس غير ده برضو انا هتمنى محمد ردو لو محمد عصرون بلعب لعبة غير الكورة الطيرة ايه اللعبة اللي هيكون مميس فيها فوتبول مركزي بقى وينج بصراحة او دفندرس عايز اشتركوا في القناة